بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري كثير من الطلبة والطالبات العزاء يبعثون إلينا برسائل حول أفضل تسبيح وردة عن أهل البيت عليهم السلام لزيادة الحفظ والفهم ونحن في أيام الامتحانات وأفضل تسبيح وردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو ما ذكر في كتاب فلاح السائل وكذلك في كتاب بحار الأنوار في الجزء الثالث والثمانين بأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي عليه السلام يا علي إذا أردت أن تحفظ كل ما تسمع وتقرأ ربما أنت تستمع إلى مقاطع يعني الفيديو التعليمية لبعض الأساتذة وكذلك المدرسين والمدرسات على قنوات اليوتيوب أو أنك تقرأ فقال الإمام أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي إذا أردت أن تحفظ كل ما تسمع وتقرأ تحفظ كل ليس جزء لا كل ما تسمع وتقرأ فادعوا بهذا الدعاء بعد كل صلاة فريضة يعني الشرط الأساسي هو أنك تحافظ على أوقات الصلاة في أيام الامتحانات حتى بعدها على مسيرة السنة بأكملها كي تنجح ويوفقك الله لزيادة الحفظ والفهم كما ضمن من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له ادعوا بهذا الدعاء بعد كل صلاة فريضة وهو ماذا؟ سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير دعاء قصير جدا أحفظه فورا وبعد كل صلاة فريضة اقرأه والضامن رسول الله بأنك سوف ترى بأنك تفهم وتحفظ كل ما ترى من يعني منصة اليوتيوب من المدرسين والمدرسات لمختلف المواد وكذلك تحفظ ما تقرأه من الكتاب والدفتار برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام